كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف اتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية سواء للدلتة الجديدة أو القطار الكهربائي السريع مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي على أن يستكمل الباقي خلال العام المالي القادم